السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم مائي في فيديو جديد من فيديو التالي العب التي نقدم ومرحبا بكم المحبي عشيق لعبة تنين أصطرية شهر جديد أصدقائي وتنين شهر جديد تنين الجثمث الصغير هذا التنين الموجودون هو الذي سيكون تنين الشهر القادم كيف يمكن الحصول على هذا التنين ما هم أفضل الأبوائن من أجل الحصول على هذا التنين وكذلك مقارنة بينه وبين تنين الشهر الماضي من حيث القوة من حيث العناصر ومن حيث جمالية التصميم كل هذا سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة أهلا وسهلا بك صديقي طبعا إذا كنت تستمتع بما تشاهد من فيديوهات نقدمها لك من فضلك لا تنسى الضغط على زر الإعجابة زر اللايك تشجيع منك أكد ذلك إن لم تكن قد اشترك سبعت في القناة من فضلك اشترك فعل زر الجرس حتى تستطيع التوصل بجديد الفيديوهات التي نقدمها على بركة الله نتعلك هذا التنين صديقي سوف يكون تنين هذا الشهر تنين الشهر القادم يعتبر من أقوى التنين أو تنين أقوى تنين في لعبة التنين أسطورية على الإطلاق هو وأشقاءه الغامض الأسطوري لليث والتنين غريب الإسم التنين الرابع هذا التنين هو تنين الشهر القادم توباز الأصفر سوف يكون هو تنين الشهر القادم ويعتبر أقوى تنين أسطوري على الإطلاق هو وأشقاءه بطبيعة الحال هذا التنين من يستطيع الحصول عليه يمكن تطويره كتنين أسطوري في مجموعته الكبيرة ومجموعته الموسعة ويستخدمه وهو مرتاح جدا لأنه لن يدهر تنين أسطوري أقوى من هذا الذي يتواجدون باستثناء الأصول التاغية والتي لديها العنصر الأسطوري والتي لا تعتبر كتنين أسطورية إذن صديقي للموسوعة ننطلق للحديث أكثر بشأن هذا التنين وكيفية الحصول عليه بالنسبة لما سوف نبدأ بعدما دخلنا إلى الموسوعة سوف نبدأ بالمقارنة كما نفعل في كل شهر صديقي مقارنة سريعة سوف تجد صديقي على أساس أنه هنا لدينا تنين دفاعي وهنا لدينا تنين هجومي إذن هنا لا تصح المقارنة بين تنين هجومي وتنين دفاعي لكن كمقارنة بين كتلة تنين هذا الشهر والشهر القديم كلهم تنين ضعيفة كلاهما تنين لا يعتمد عليها وكلاهما لا يصلحا ليطورا أو ليكون في كتيبة قتالية لنقول تعتمد عليها ولكن بالنسبة لك تنسيق عناصر هذا يعتبر أفضل كون لديه إثنين من عناصر الدفاعية صحيح هذا مزدوج ولكن يبقى عناصر دفاعي وبالتالي يمكن استخدامه بشكل جيد كتنين دفاعي طبعا هنا جيد بين قوصين لأنا قلت أنه لا يمكن الاعتماد عليهم هنا نتحدث على أساس المقارنة فقط وهذا كذلك يعتبر تنين هجومي لهذا إذا كان لنقارن على أساس هجومي هذا أفضل أساس دفاعي هذا أفضل لكن في جميع الأحوال كلاهما لا يمكن الاعتماد عليهما بأي حال من الأحوال هذا بالنسبة لمقارنة بينهما هذا التنين لديه أكبر عدد ممكن من الأشيقة وهذا التنين يعتبر شقيق تنين العملاق الأسطوري المتاح عن طريق التزاوج العادي هذا كمقارنة الآن بالنسبة لنسبة الحصول على هذه التنين تنين الشهر الماضي صديقي وهو هذا التنين الموجودون نسبة الحصول عليه كانت 4.55% ولكن ننتبه إلى نقطة مهمة جداً أنه أفضل أبوين من أجل الحصول على هذا التنين تنين هذا الشهر هو كان التنين والتنين متاح للجميع يمكن الحصول عليه لنقول عن طريق التزاوج العادي هذا للأسف لا يتواجد في تنين هذا الشهر إذا كان التنين الشهر الماضي مدت نسبة الحصول عليه 4.55% تنين هذا الشهر نسبة الحصول عليه 4.17% يعني بعبارة أخرى أنه التنين هذا الشهر الماضي كان أفضل في الحصول عليه أو لنقول كانت نسبة الحصول عليه أفضل وبالتالي لنقول كان أو نقول بطريقة أخرى يمكن لمجموعة أو لأكبر عدد من اللاعبين الحصول عليه لأنه كان متاحاً لنقول للجميع أو النسبة كانت أفضل ولكن للأسف تنين هذا الشهر فيه صدمة صراحة لم أتوقع ما هي هذه الصدمة لاحظ صديقي أنه أفضل أبوين من أجل الحصول على تنين هذا الشهر سوف نجد تنين فرق طبعا تنين فرق وتنين الرياح وتنين ماء وتنين نبات هذه كلها تنين متاحاً طريقة التزاوج العادي يستطيع الجميع الحصول عليها أو لنقول متواجدة لنقول في المتجر تستطيع شراءها فقط من عمولات الذهبية لا بالنسبة لتنين فرق ولا رياح ولا كذلك ماء ولا تنين نبات كلها تنين تستطيع شراءها من المتجر وموجودة لدى الجميع الصدمة في تنين هذا الشهر مايا الصدمة في تنين هذا الشهر أنه أفضل الآباء ثاني أفضل الآباء ثالث أفضل الآباء رابع أفضل الآباء كلها تنين غير متاحة عن طريقة التزاوج العادي وهذه لأول مرة على حسن ما أعلم تحدث في لعبة تنين أسطورية لماذا؟ أولا كيف أول مرة تحصل لأننا كنا نتعود صديقي وعلى لاعب قديم في لعبة تنين أسطورية كنا نتعود على أنه إن لم يكن أفضل الأباء متاحين عن طريقة التزاوج العادي أو أحدهما ثاني أفضل الأباء سوف يكون متاح عن طريقة التزاوج العادي ولكن هذه المرة أفضل الأباء هذا إن لم تكن الذاكرة والرجاء التصحيح لي في التعليقات إذا كنتم مخطئ أفضل الأباء من أجل الحصول على التنين هذا الشهر كلها تنانين فعاليات لا يوجد تنين متاح عن طريقة التزاوج العادي لا هذا التنين ولا هذا التنين ولا تنين على إكسير ولا هذا التنين ولا هذا التنين ثاني أفضل الأباء كل هذه التنانين هي تنيني فعليات على ما أعتقد على ما أعتقد صراحة لأن هناك كثرة من التنين فلربما يوجد تنين عن طريق التزاوج العادي كذلك هنا كل هذه التنيني هي تنيني فعليات طبعا لربما تكون تنيني شهر لربما تكون متاحة لنقوم في البطاقات أو ش 가져و غيرها ولكن من نسبة لي هي تنيني غير متاحة عن طريق التزاوج العادي هنا دعك من تنيني byłxacr لأنه متاح فقط لمن لديد تذكارة كبار الشخصيات مطورة إلى المستوى عشر على ما أتذكر كذلك هنا صديقي هذه كلها تننين غير متاحة طريقة التزاوج العادي وإنما فيها تننين فعليات طبعا بالنسبة لي كعمر هذا لا يشكل لأي مشكل لأن كل هذه التننين على سبيل المثال موجودة لديها هذه كلها تقريبا موجودة لديها باستثناء هذا هذه كلها بدون استثناء موجودة لديها لا بالنسبة لي لا يوجد مشكل ولكن اللاعبين الجودة في لعبتين الأسطورية هذا سوف يسبب لهم مشكل نعم في النهاية استطيعون الحصول على التنين ولكن تم خصف نسبة الحصول على التنين إلى أكثر من النسب إذا كنا نتحدث هنا عن 4% دعك من الفاصلة 4% فإننا هنا نتحدث على 2% فقط أي تم خصف النسبة إلى النسب وصراحة لأول مرة منذ بداية منذ محاولاتي في الحصول على التنين هذا الشهر لأول مرة أشاهد مثل هذا لأول مرة أشاهد أنه 1 2 3 4 4 من أفضل التنين من أجل الحصول على التنين هذا الشهر غير متاحة عن طريقة التزاوج العادي هذا بالنسبة لي أمر لنقول يحتاج إلى تفكير صراحة لا أدري إلى أين تذهب اللعبة تم لنقل منع إضافة أي تنين سماوية إلى اللعبة وحاليا كل الفعالية السماوية التي تظهر بالنسبة للعبين القدماء لا يمكن لهم المشاركة فيها لأنه لا يوجد هدف ولا يوجد حافز كذلك المجموعة تم حدفها من اللعبة الآن تنين الشهر أصبح يتم تصعبه على المبتدئين وعلى المتوسطين لأن المحترفين بالتأكيد يستطيعون الحصول على التنين هذا الشهر إلى أين تذهب اللعبة ولماذا هذا التفكير صراحة لا أعلم لأنه في النهاية تنين هذا الشهر صديقي هو تنين عادي بين التنين الأسطورية تنين ضعف أصلا ولا لنقول تنين يحتاج إلى حرب من أجل الحصول عليه تنين عادي جدا حتى لو حصلنا عليه وفقد تكملت عدد فقط وليست تنين من التنين المميزة التي يتحصر الإنسان لعدم الحصول عليها لهذا صراحة لا أعلم لنقول لماذا هذا الشيء ولماذا هذا التفكير أصلا عموما دعونا نتجاوز الجميل في الأمر صديقي أنه النسبة كلام فارغ هذا هو الجميل في الأمر لماذا النسبة كلام فارغ لأنه إذا قدر لك أن تحصل على التنين سوف تحصل عليه بالنسبة للحصول على التنين هذا الشهر وهذه عن تجربة تبقى عبارة عن لنقول حضود أولا ثانيا بعد المحاولات والإصلاف المحاولة في النهاية سوف تحصل عليه لأنه مدة شهر كامل مدة كافية جدا من أجل الحصول على التنين هذا الشهر شيء آخر صديقي أنه يوجد حاليا الفعالية السماوية ستأتي بعد أيام لهذا حاول من فضلك القيام بالحصول على التنين قبل بدء الفعالية السماوية لأنه عندما تبدأ الفعالية السماوية سوف تبدأ فعالية القلعة وفعالية القلعة تتطلب منك تزويجات معينة حتى تستطيع الحصول على أحجار التخطي في فعالية القلعة لهذا حاول الحصول على التنين هذا الشهر قبل بدء الفعالية السماوية لأنه عندما تبدأ الفعالية السماوية صديقي عندما تبدأ الفعالية السماوية التزويج في القلعة يحتاج إلى أبوين معينة سوف نشرحهم عندما تبدأ الفعاليات لهذا حاول الحصول على التنين قبل بدأ فعالية القلعة لنفسر أنه لم تستطيع الحصول على التنين وبدأت فعالية القلعة هنا بعد أن تهى الفعالية السموية يمكن لك العودة في محاولة الحصول على التنين هذا الشهر للأسف هذه الورطة دائما اللعبة تضعنا فيها لا بالنسبة للفعالية القديمة ولا السموية ولا حتى بعض الأحيان حتى التاغية لهذا ما عليك صديقي سوى المحاولة الأهم بالنسبة لأفضل الأباء من أجل الحصول على هذا التنين هو تنين فارغ وأحد الأباء المتواجدين هنا شيء هؤلاء كلها تنين طبعا لا يساعل ذكر لنقل أسمائها لأن ينساها سبحان الله أكثر من ألف تنين لا أستطيع تذكرها ثالث أفضل أباء هم تنين ريح وأحد التنين الموجودة هنا ثالث أفضل أباء هم تنين ماء وأحد الأباء الموجودة هنا الرابع أفضل أباء هم تنين نبات وأحد التنين الموجودة هنا وبعدها يأتي تنين وهو الذي سوف يحاول بين الجميع تنين جاليد الموجودون وكذلك تنين بادينجان بالنسبة لتنين بادينجان صديقي تستطيع الحصول عليه عن طريق تزويج تنين رياح مع تنين فارغ تنين رياح مع تنين فارغ تنين نبات عفوا مع تنين فارغ سوف تحصل على تنين بادينجان مباشرة أو سوف تحصل على هذا التنين غالبا سوف تحصل على تنين بادينجان إذن إذا كنت صديقي سوف تحاول لنقل الحصول على تنين هذا الشهر عن طريق لنقل خامس أفضل أبوين بالنسبة لتنين جليد تستطيع الحصول عليه عن طريق تزوج تنين رياح مع تنين ماء إذا زوجت تنين رياح مع تنين ماء سوف تحصل على تنين جليد بتزوج تنين نبات مع تنين فرق سوف تحصل على تنين بذين جل بتزوجهم معا سوف تشارك لنقل في فرصة للحصول على تنين هذا الشهر بعدها نأتي إلى السادس أفضل أبوين تنين بذرة وتنين مطر بالنسبة لتنين بادرة سوف تحصل عليه بتزويج رياح مع نبات بالنسبة لتنين مطر سوف تحصل عليه بتزويج تنين ماء مع فرق بالنسبة للعناصر المضادة يوجد لنقل شرح خاص في القناة تستطيع العودة إليه هذا بالنسبة لأفضل الآباء الآن الفرق ما بين خامس أفضل الآباء وأول أفضل الآباء هي في عدد البويض هنا أفضل الآباء لدينا أربعة بويض أو حفوان ستة بويض خامس أفضل الآباء لدينا تسع بويض الفرق فقط في ثلاث بيوت فقط بالنسبة لمحاكة التزاوج هنا لدينا ساعتين ثمانية ساعات عشر ساعات عشر ساعات اثنى عشر ساعة هذا بالنسبة لأفضل أباء إذا عدنا إلى هنا وشهدنا في الخامس أفضل أباء سوف تجد لنقول ثلاث ساعات ثمانية ساعات عشر نفس النتيجة تقريبا حتى تنين الاكسير لا يحتسب لأنه فقط متاح لمن رقى تذاكر كبار الشخصية وبالتالي يصبح لديك واحد اثنى ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع بيوت والبيضة التزايعية التي تنين هذا الشهر إذن هي نفس النتيجة تقريبا إذن هي نفس النتيجة هذا باختصار صديقي الآن أعيد النصائح التي دائما ما قولها للأصدقاء وبإذن لا تكون هذه النصائح مفيدة أولا صديقي إذا بدأت في محاولة الحصول على تنين هذا الشهر حاولا تثبت بنفس الأبوين يعني حاول أن لا تغير لنقول للأبوين ولا تغير أماكنهم على الأقل في الأيام الأولى حتى تستطيع الحصول عليه كانت لديك تذكار بيض مزدوج استخدمه إذا كان لديك مسرعات التزاوج ومسرعات فاقص البيض تستطيع الحصول على المسرعات هذه المسرعات سواء لنقول من عروض الزنزانة السحيقة أو لنقول من عروض الحوت أو من عروض العشيرة لأنه حتى العشيرة فيها بعض العروض تستطيع منها الحصول على المسرعات وغيرها كان لديك تذكار بيض مزدوج مع المسرعات مسرعات التزاوج والفاقص البيض حاول استخدامه لنقل في الأيام الأولى حتى تستطيع ضمان التنين قبل بدء فعالية القلعة كذلك مستوى الأبوين حاول أن يكون مستوى الأبوين في المستوى 21-22 مستوى كافي جدا لو لديك مواد مسحورة حاول وضع عليهم نجمة سحر واحدة واثنين سوف يكون الأمر جيد بهذه الطريقة سوف تزيد من حضودك في الحصول على التنين هذا الشعر حاول حاول أن تحصل عليهم قبل بدء لنقل فعالية القلعة هذا لا يعني أن تخسر الجواهر في تسريع التزاوج لا تصرف الجواهر في محاولة الحصول على هذا التنين هذا الشهر ولا تصرف الجواهر في تسريع التزاوج ولا في تسريع فاقص البي الجواهر لها استخدامات أخرى مثل أن تحاول الحصول على التنين تاغي إذا اقتربت من الحصول عليه مثل أن تحصل على التنين السماوي أو قادم إذا اقتربت من الحصول عليه نعم هنا تصرف الجواهر كذلك الجواهر نتدخلها من أجل الحصول على التنين الزعماء التي قيمتها 5000 جواهرات التي تمنحها لموارد هذه التنين أو هذه الأشياء التي تستحق صرف الجواهر ما دون ذلك لا تصرف الجواه حتى تنين هذا الشهر لا يستحق صرف الجواهر ليه فيديو آخر سوف يتبع هذا الفيديو خاص بتنين هذا الشهر سوف نشرح فيه مجموعة من الأشياء الأخرى التي تساهل عليك الحصول على تنين هذا الشهر أتمنى لك التوفيق صديقي شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو